يصف فلسطينيون عالقون في جباليا في شمال قطع غزة معاناتهم بين الحزن على أحبائهم المفقودين وسعيهم من البقاء والاستمرار مع شوح الغذاء والقصف المستمرة في الأسبوع الماضي كتف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات في هذه المنطقة بعد إعلانه فرض حصار عليها ما فقم معاناة مئات الألاف من الأشخاص العالقين هناك بين الحزن على أحبائهم المفقودين وسعيهم إلى البقاء والاستمرار مع شح الغذاء والقصف المستمرة يصف فلسطينيون عالقون في جباليا في شمال قطع غزة وضعهم بالكارثية وبينما أجهزة الطوارئ عاجزة عن الوصول إلى الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض يقول فلسطينيون إن الناس محاصرة في بيوتها وبينهم شهداء وجرحة في الأسبوع الماضي كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في هذه المنطقة بعد إعلانه فرض حصار عليها ما فقم معاناة مئات آلاف الأشخاص العالقين هناك وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ومنذ بدء تطويق جباليا يؤكد السكان مسؤول الرعاية الطبية والدفاع المدني أن القصف الكثيف والطرق المغلقة تحون دون إيصال المساعدات الطبية حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في جباليا في شمال قطاع غزة قال إن المستشفى لا يملك سوى كمية قليلة من الوقود تكفيه لأيام قليلة مشيرا إلى أن المستشفى يعاني حصارا على الطعام والأدوية والمسلزمات الطبية وحتى حصار على الوقود القادم من الجنوب إلى الشمال الدفاع المدني في غزة قال إن جهود الإنقاذ تعطلت بشكل متزايد بسبب توغل الدبابات الإسرائيلية ما يمنع تواقمه من الوصول إلى الأماكن التي سهدفتها الغارات حيث دفن الكثيرون تحت العنقاذ